بسم الله الرحمن الرحيم حبيبي طلبة وطالبات تالتة سنة ان شاء الله النواردة على موعدنا بازن الله مع حل التست التالت على الوحدة التالتة من كتاب المعاصر شرح من كتاب المعاصر شرح طبعا صفحة 111 نسمي الله كده ونبدأ الجملة الليقولها شباب بتقول طبعا الجملة هنا تبقى داونلود يعني تنزل او تحمل تحمل الملفات اللي انت محتاجها مجانا تمام رقم اتنين الجملة هنا بقى هيختبرك فيه الجرامر وطبعا الجرامر بتاع الوحدة التالتة كله بيتكلم على صيغ المستقبل المختلفة فطبعا هنا الجملة بدأ بكمة I think ففيه كلمة think هنا اصلا دي من علامات او من دلائل اللي احنا نستخدم معها will زائد المصدر هتبقى will have fish for dinner تمام يبقى رقم اتنين هنختار letter a will have رقم ثلاثة I like that photograph on your computer طبعا نختار screen يعني انا حبيت الصورة اللي هي موجودة على شاشة الكمبيوتر بتاعك رقم اربعة when he finishes in november he thinks اعتقد هي نقط 400 كيلو متر يبقى طبعا will have walked يبقى لما ينهي في شهر november هو يعتقد ان هو هيكون اتم ماشي 400 كيلو وطبعا ده شباب مستقبل تام will have زائد التصريف التالت will have زائد التصريف التالت مستقبل تام طيب رقم اربعة today paper plastic and glass الورق والبلاستيك والزجاج can all be recycled طبعا نختار رقم بي recycled recycled يعني يتم اعادة تدورهم رقم ستة someone's at the door حد على الباب اي نقط who it is طبعا هنا هناخد قرار سريع واحد بيقول انا سامع صوت خبط على الباب فياخد قرار سريع ان هو يروحي ايه يفتح الباب فيقول will see who it is انا سوف ارى من هو رقم سبعة عادل loves when surfing he is very نقط about the sports طبعا enthusiastic enthusiastic about يعني متحمس بشأنه او متحمس بخصوص تمام دي طبعا تبع الفكاب اللي هي موجودة معانا في اليونت رقم تمانية after i نقط this book i have read all his novels after i طيب كلمة after لها قواعد كتير خالص درسناها في الوحدة الاولى وبنكمل معها دلوقتي طبعا يجي بعد افتر مضارع بسيط او مضارع تام والطرف الاخر هيكون مستقبل هنا اول هفرد مستقبل او مستقبل تام يعني اي سياغ من سياغ المستقبل بتكون مناسبة حسب استخدام الجملة فانا بيقول after i finish يبقى طبعا اختار رقم ا او نمبر ا 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 نقط طبعا هنختارها يعني يزيل بعد العاصمة بعد العاصفة أزال العمال الكثير من الرمال في الطرقات أو في الشوارع رقم 12 انظر هناك عاصفة رملية أي نقط طبعا احنا هنا بقول بص في عاصفة جاية حالا فده دليل اللي انا هقوم ده مش دليل ده مش دليل ده يعتبر تنبؤ بدليل طبعا لا مش تنبؤ بدليل وما ده يعتبر ايه شباب هنا طبعا لان الجملة هنا فيها اشكال صغير واحد يقول لك طب يقول لك طب ما في عاصفة وطالما في عاصفة يبقى هياخد فهنا اصلا ما جاب لكش ده هنا الرجل بيقول ان في عاصفة فهياخد قرار سريع انه يقفل الشباك يبقى هنا ده قرار سريع انظر هناك عاصفة انا سوف اغلق الشبابيك يبقى هنا ده قرار سريع رقم 13 قبل ما حضرتك تقدر تطبخ الفول ده طبعا تبقى سوك سوك يعني ينقع او ينقع 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 الفول 3 ساعات قبل ما ايه تسويه او قبل ما تطبخه تمام ونكمل يا شباب مع بعض صفحة 112 جملة رقم 14 طبعا هتبقى يعني في هذا الخريف صديقي مرتب انه هيمشي مشوار طويل لصالح مؤسسة خيرية لصالح مؤسسة خيرية يبقى هنا اس ووكينج لان هنا بيتكلم على ترتيبات هو كده مرتب طلامة مدارة مستمرة هو مرتب الحادث اللي هو هيعمله طبعا يا شباب لازم وانت عشان تبقى المراجعة بتاعتك مفيدة جدا معايا ان شاء الله لازم تكون مذاكر كويس جدا الجرامر والكلمات اللي عندك وارل ريدنج ومضبط الدنيا عشان تبدأ تأفل الوحدة كده بإذن الله بدون مشاكل رقم خمستاشر فاكت انفكشن فاكت انفكشن اللي هو الواقع والخيال او الواقع والحقيق والخيال طبعا نختارها رقم مكتشر مكتشر يعني مزيج او خليط يبقى القصة ممتعة جدا او عبارة القصة دات عبارة عن خليط ممتعة جدا من الواقع والخيال ستاشر this school نقط 50 years old next year طبعا هنا هتبقى will be لان هنا بيتكلم على future facts حقائق مستقبلية فهتبقى will be رقم 17 the television is not on التلفزيون ليس مفتوحا can you press the on button press the on button يعني ممكن حضرتك تضغط على الزرار button طبعا فيه ناس بتقولها button وكده لكن النقطة السليم بتاعها تبقى button button نلوها الزر رقم 18 we not fish for dinner it's been planned طالما جاب لك كلمة planned planned في الآخر يعني تم تخطيطه يبقى طبعا الإجابة السليمة تاعيتها تبقى are going to have يبقى هنا بيتكلم على مستقبل قريب are going to have fish رقم 19 his novel is not not as an e-book yet but you will be able to get it next year يبقى هو طبعا هنختار رقم d available available يعني متاحة يبقى روايته ليست متاحة ككتاب الكتروني بعد ممكن تحصل عليها السنة الجاي رقم 20 at one o'clock tomorrow ساعة واحدة بقرة I not lunch with my friends طبعا هنا شاباب هنختار will be eating مستقبل مستمر لان هنا بيقول ان بقرة يعني حتى وقت محدد في المستقبل في وقت محدد في المستقبل سوف نكون مستمرين في حدث معين كما المستقبل المستمر هيعبر على حدث سوف يستمر في وقت محدد في المستقبل فطبعا الايابة هتبقى will be eating 21 I can't buy anything on the internet because the computer is طبعا هنختارها offline offline يعني غير متصل بالانترنت 22 when I finish my course I not in a hospital يبقى هنا when I finish my course I will probably work in a hospital لما خلص القرص بتاعي احتمال اشتغل في المستشفى تمام دي سهل بمضو 23 we try to not paper plastic and batteries to help our environment طبعا هنا نختارها شباب recycle we try to recycle paper recycle عادد تدوير 24 there are a lot of people in the room في ناس كتير جدا في الغرفة it's not difficult to find a chair طبعا في ناس كتير جدا في الغرفة فدتنا دليل انه يبقى فيه صعوبة جدا لنحن نلاقي كرسي فاضي فهنا طالما فيه تنبؤ بدليل إبقى is going to be 25 29 نقط are a set of books which contain a lot of information about many things طبعا تبقى encyclopedias لهي الكتب الموسوعية أو الموسوعيات هي كتب بتحتوي على أو مجمعة كتب بتحتوي على معلومات كتيرة جدا في المواضيع مختلف أو أشياء كتير 26 27 I think it's not hot today طبعا هنا معي كمي think وما جابش دليل يبقى هنا ده تنبؤ بدون دليل والتنبؤ بدون دليل طبعا هياخد will will مصدر يبقى will be will be 27 use not on your white clothes to get tough stains out to get tough stains out بقع الصعبة يبقى طبعا use bleach يعني استخدم مبيض على الملابس بتاعك عشان تحصل على أو تزيل البقع الصعبة 28 I think I'll watch that program not it with me فطبعا هنا بيعمله عرض بيعرض عليه أنا أعطاك اللي أنا هتفرج على البرنامج ده ممكن أنت تتفرج معي لو أنت عايز فهنا بيعرض عليه طيب هتستخدم أي صيغة من صيغة المستقبل في العرض طبعا نستخدم will you watch will you watch it with me 29 early paper was very expensive because it was made not cotton طبعا made from cotton يعني كان صنع قديما من القطن فكان بتبقى غالية جدا رقم 30 20 those bags look heavy so I not them for you طبعا الواحد بيقول للتاني إن الشنط دي شكلات إيه لقوي أنا حساعدك وشيرهم عنك يبقى طبعا هنا بيعرض عليه فبيعرض باستخدام will يبقى العرض هنا باستخدام will يبقى I will carry طبعا رقم C تمام وبكده يا شخيب ده بقى خلصنا 30 جملة choose وإن شاء الله على طول هنبدأ نكمل مع بعض ونكمل فيه الريدنج إن شاء الله ونكمل يا شباب كده في السؤال التاني اللي هو read the following passage then answer the question over the past 20 years computers and the internet have become more and more important to us يعني في خلال السنوات القليلة الماضية أو العشرين سنة الماضية أصبح الكمبيوتر والانترنت مهمين جدا بالنسبة لنا in fact computers technology continuous to grow everyday طبعا في الواقع إن تكنولوجيا الكمبيوتر مستمرة في النمو كل يوم we seem we seem to use computers for almost everything these days يبدو لها بنستخدم الكمبيوتر في حاجات كتير جدا في هذي الأيام خلي بالك منكمة these days ممكن ما شاب عنه في الترجمة nowadays these days هذي الأيام currently في المرحلة الحالية وهكذا in shopping في التسوق driving our car سياق أو قيادة السيارات بتاعتنا or communicating with relatives and colleagues والتواصل مع أقربنا وزملائنا كلمات هنا جميل طبعا هذا الانفجار أو هذا التقدم الهائل في التكنولوجيا الكمبيوتر نتج عنه اللي احنا اندفعنا كلمة rush to اندفع في تحميل وتثبيت الأجهزة والكمبيوتر في كل فصولنا الدراسية and to wire every school to the internet كلمة wire wire الواحدة يعني سلك لكن هنا wire يعني نربط المدرسة بالإنرنت تمام in the USA طبعا USA لهي United States of America وال United States of America هنا جاية مختصرة وجاية باختصارات USA وطبعا واغد قبلها that between 1984 and 1997 alone the number of computers in secondary schools increased to more than 8 million sets طبعا في امريكا من 1984 ل1997 في السنين فقط تزايد اعداد الكمبيوتر في المدرسة السنوية الى 8 مليون جهاز المت 6 اجهزة both educators and students alike have been forced to keep up with this new wave of technology طبعا educator اللي هو المعلم and students والطلاب لأكبروا على مواكبة هذه ايه او فهم هذه الموجة من التكنولوجيا الحديثة teachers have found that even though they themselves are still trying to learn the most pacing of computer skills المدرسين نفسهم لهم مقبرين كده لهم لازم يتعلمهم او يفضلهم يحاولهم تعلم هذه المهارات الاساسية او الجديدة بتاعته الكمبيوتر they are expected to teach students about computer know how بيعلمهم الطلبة المدارس او يعلموا الطلبة وابتاحهم know how طريقة استخدام الكمبيوتر او هكذا الحاجات اللي في التكنولوجيا few people would question the rule that computers could play in education يبقى عدد قريل من الناس هم اللي لسه بيسألهم على دور الكمبيوتر في التعليم some educators بعض المعلمين claim that students given the opportunity to use them in a classroom sitting will get better grades than those who learn without having having had any computer experience طبعا بيدا المعلمين ان هو الطالب اللي عنده الفرصة لاستخدام الاجهزة الكمبيوتر الاجهزة طبعا الاجهزة يعني مفاهيم and the ideas وافكار that students need to become brighter more successful adults طبعا عشان يبقى الطلاب يبقى عندهم او قادرين يصبحهم اكثر ازا كان اكثر مجاحا من البالغين طبعا دي قطعة جميلة كلماتها سهلة ما فيش برضو فيها اشكال كبير السؤال الاود المدرسين يتوقع منهم ان يعلموا الطلاب يصدموا الكمبيوتر على الرغم انهم طبعا اختار رقم ب المدرسين نفسهم بيتعلموا يصدموا الكمبيوتر وهيعلمهم كمان الاولاد ازاي يصدموا الكمبيوتر رقم اثنين الجملة دي معناها شباب ان عدد قليل من الناس هم اللي لسه هاي يسألهم على دور الكمبيوتر في التعليم فطبعا دي معناها يعني كتير من الناس فاهمين وعلى دراية باهمية الكمبيوتر في التعليم او باهمية الكمبيوتر طبعا هنقلب الصفحة صفحة 114 ونكمل اسئلة القطع the expression keep up with means تعبير keep up with معناها continue to learn يستمر في التعليم رقم اربعة the phrasal verb resulted in means let to resulted in يعني يؤدي الى لكنها اصلا كلمة result ويس يعني ينتم رقم خمسة the opposite of wire is disconnect disconnect يعني غير متصل يبقى كلمة wire معناها connect متصل هيبقى عكسة disconnect غير متصل بالانترنت طبعا رقم رقم ستة the best title for the passage is العنوان المهم جدا للقطعة هو طبعا عنوان الافضل هيكون هو the computer and the inner net رقم ب الاسئلة بقى اللي احنا نكتف ها شوية how could computers رقم سبعة طبعا how could computers help students become successful طبعا الاجابة هتيجي من القطعة السطرين الاخر خالص computers will make the classroom a better place to teach concepts and ideas thus humans need to become brighter more successful adults تمام السؤال رقم تمانية give an example from the passage that shows the computer have been widely used in secondary education بدينا أمثلة من الكتعة تبين ان الكمبيوتر يستخدم على الانطاق واسع جدا في التعليم الثانوي طبعا هتبقى الفقرة الثانية السطر الثالث in the USA between 1984 and 1999 alone the number of computers in secondary schools increased to more than 8 million sets السؤال رقم 9 in your opinion what are the possible disadvantages give some examples of everyday uses of computers in our life وطبعا هيبقى في الفقرة الأولى آخر سطرين من فوجهة تنظر حضرتك ماذا عيوب استخدام أو ماذا استخدام أو مساوي استخدام الكمبيوتر في التعليم طبعا ممكن هنا إجابة مفتوحة زي ما احنا قلنا أي سؤال في critical thinking أو رأيك فالإجابة مفتوحة لكن هنا في طبعا إجابة منفكية جميلة لما الطلب هتستخدم الكمبيوتر على طول هيبقى خطهم مش كويس وكمان وكمان لما يستخدم الأجهزة والتكنولوجيا والكمبيوتر بشكل موسع ممكن يقضي إلى تلافيات في العين والحاجات دي بالنسبة شباب للسؤال الثالث اللي هو سؤال النور طبعا سؤال برضو إن شاء الله يسير بالنسبة لنا بإذن الله رقم واحد طيب رقم ايه مظبوط بق الملك أوسع شوية من بق رسندل تمام طيب يعني أضخم منه لا دي مش مظبوطة طب رقم سي كان أرفع بشوية مظبوطة طبعا الإجابة اللي إحنا نختارها رقم دي ليا ا و سي رقم اثنين من أول واحد اعترض اعترض على حضور رسندل لكورنيشن طبعا يبقى فريدز رقم ثلاثة أين قضى رسندل تاني ليلة في روريتانيا أين قضى رسندل تاني ليلة بالنسباله في روريتانيا طبعا إجابة رقم سي في غابة زندل في غابة زندل رقم أربعة تم تسميمه نوع سممة أمام السؤال اللي بعد كده answer to of the following question عايزين إجابة اثنين بس من التلاتة سيحنا طبعا نتضرب بنحل التلاتة لو حضرتك كنت مكان رسندل كنت محل الملك لماذا لا يعني لو انت كنت مكان رسندل كنت هتقوم بدوره وتحل محل الملك طبعا نقول yes of course طيب ليه السبب to save روتانيا أو to protect the king أو protect روتانيا عشان نحمي روتانيا أو نحمي الملك أو save the king أو sorry rescue the king من أجل إنقاذ الملك لما ده كده واجب أخلاقي إن الملك تسمم وهم مفيش قدامهم فرصة للرسندل يلعب دور الملك عشان يحميه ويحمي الملك ويحمي روتانيا ويخلصهم من أطمع the ambition of ديوب مايكل كمان السؤال رقم اثنين do you think the king was careful say why تعتقد حضرتك إن الملك كان حريص طبعا هنقول no I don't think so لا أعتقد ذلك say why ليه بقى هنقول مثلا because he was hunting can be الصد while duke michael was preparing for the cornation هو كان قعد بيصد ومش يخبر باله من حاجة خالص وفي نفس الوقت can duke michael اللي بيحاول هو اللي بيعمل cornation هو اللي بيعمل الاعدادات بتاعت cornation تمام وفي طبعا اجابات كثير منطقية في هذا الاطار يعني دي واحدة منهم وتبقى مظبوطة بإذن الله معنا طيب رقم هو قابل راسندل رادلف راسندل اللي هو كان يشبهه بشكل كبير جدا او كان تقريبا identical twins كانوا هم اللي اتنين identical twins يعني كأنهم توقم متطابق وطبعا ده اللي هيديله الفرصة انه هو اللي هيفضل على قائد الحياة لان لو ما كانش كده كان ممكن يسممه ديوك مايك بيبقى الموضوع خلوص على كده تمام يبقى اجابة القصة بالنسبة لنا سهلة جدا ومنطقية وما فهاش فيها مشاكل خالص طيب نكمل برضه يا شباب مع بعض صفحة مية وخمساشر جايب لي المحادسة finish the following dialogue يعني حاولت انهي المحادسة اللي احنا بنتكلم فيها دي بقتي طيب مصر محمد is talking to his son about questioning the source of information بيتكلموا مع بعض كده على استفسارات على مصدر او مصادر المعلومات عبد الرحمن بيسأل سؤال فرد عليه مصر محمود قال له you can get general information from trusted websites تقدر تحصل على المعلومات اللي انت تصف فيها دي من مواقع موصوب منها الى السؤال طبعا where can I هنا بيقول له you can get يبقى where can I get information that يعني يا بابا هجيب المعلومات بتاعتي منين ففي رقم اتنين عبد الرحمن سأل سؤال رد عليه مصدر محمد وقال له a trusted website mentions the source of its information يعني المواقع الموصوك بها او المعتمدة لازم تذكر مصادر المعلومات بتاعتها يبقى السؤال رقم اتنين how can I know that a website is trusted ازاي بقى هعرف ان الموقع ده موقع موصوك في عبد الرحمن يسأل سؤال في رقم 3 يرد عليه مصدر محمد ويقول that's right the date of publishing is necessary طبعا انت عندك حق تاريخ النشر ده مهم جدا يبقى السؤال is the date of publishing is necessary هل تاريخ النشر مهم تمام رقم 4 عبر رحمن هيسأل برضو سؤال لا ده هنا بيقول جملة فرد عليه قال له it's very easy to make sure a piece of information is true or false قال له ده سهل جدا اللي احنا نعرف المعلومات ازا كانت true صحيح ولا false ولا مزيف او خاطئة يبقى السؤال اللي فوق يقول له ايه طبعا لو كانت سؤال كنا عجب صبت سؤال لكن هي جاب لك في اخر فلوس طوب انتبه بقى لديه جدا يا شباب يجيب لك في نهاية النقط فلوس طوب فانت هنا تعمل جملة خبرية فيقول له tell me how يبقى هنا ههرب بقى بشكل كويس لو هتعمل سؤال هتقول له how كذا وتعمل سؤال لكن هنا عايز اعمل السؤال بس بصيغة خبرية فانقول له tell me how to make sure if a piece of information is true or not يعني اخبرني ازاي قال له ده سهل جدا وبعدين في رقم خمسة هيقول له check if the piece of information is available on other websites يعني اتأكد ان المعلومة اللي انت هتجيبها دية متاحة على مواقع اخرى فيقول له عبر رحمن great so finding the same information on a lot of website makes it trustworthy يعني لا تصحق او تكون موثوق بها لو احنا لقينا المعلومات في مواقع مختلفة يبقى هنا موثوق بها فطبعا هيرد عليه في رقم 6 ويقول له that's right هذا صحيح او you are right انت عندك حق هيقول له thank you dad شكرا يا باب طيب السؤال الخامس write an email هنكتب email في الموضعين اللي جايين دول واحد من الموضعين دول how to question the sources of information and news ازاي نتقص على مصادر المعلومات والاخبر رقم اتنين the importance of reading اهمية القراءة طبعا احنا كنا القطعة من واحدتين كده كنا بنتكلم واحدة او اتنين كنا بنتكلم على اهمية القراءة وكانت تقريبا واحدة اللي فاتت للواحدة التانية تمام السؤال اللي بعد كده سؤال المحادسة سوري سؤال ترجمة لكي نصنع الورق من الخشب يقطع او يجب او سوف نكون بتقطيع الخشب الى قطع صغيرة جدا ثم نخلطها اه مع بعض المواد الكيميائية ثم نضيف لها المبيض او ثم نكون بطبيق بها تمام السؤال التاني سبورتس ريينفورس طبعا ريينفورس يعني تعزز يبقى تعزز او تقوي الرياضة القيم الهمة في المجتمع مثل التنافس الشريف والعمل بروح الفريق تمام هنكمل بعد كده شباب اه الترجمة رقم واحد لقد حفظت لنا الكتب والمخطوطات اداب وفنون وعلوم الاجيال السابقة يبقى الترجمة بتاعتنا شباب هنقول بوكس ومانسكريبس مانسكريبس لها المخطوطات مانسكريبس هف بريزيرف ذا لتريتش حفظت الاداب ارط والفنون انساينس بتاعت الاجيال السابقة طيب رقم اتنين هل تعتقد ان الكتاب الالكتروني سيحل محل الكتاب الورقي كوسيلة للتعلم ده جميل او الترجمة دي يبقى دي يبقى دي اي بوك ويل ايفر بليس ري بليس ري بليس يعني يحل محل كوسيلة من وسائل التعلم طبعا ان شاء الله برضو تبقى تراجم بالنسبة لنا سهلة وما فيش فيها مشاكل خالص طبعا نشكركم على حسن استماعكم لنا ونتمنى لكم المزيد من التوفيق ان شاء الله وكان معكم مصر شريف الحلوان شكرا